اشتركوا في القناة الوصفة الاصلية يسوها بالمكرونة لكن صراحة احنا حبيناها بالتوست المحمص يعني اصبحت كل ادمان جدا لذيذة لكن مع التوست مع المكرونة انا حسوي صحن صغير بس لولدي واحنا صراحة حبيناها بالتوست ناكلها بالتوست نحمصه وناكلها معاه مع كاسة شاهي ويا سلام طيب هنا عندي جبنة فيتا اي شركة هذه نادك تبغي المراعي تبغي الشركة المدوفر عندك واللي تحبيها طيب حطيت الجبنة هنا في هذا الصينية بايريكس حطيت فيها الجبنة حضيف عليها الطماطم الوصفة الاصلية الطماطم شريتوميتو اللي هي الطماطم الصغيرة لكن في الاخر حتنهرس يعني حنهرسها فاللي متوفر عندك حطي هذه الطماطم ثلاث حبات قطعتها بهذا الشكل حاضيفها حوالين الجبنة كده اوزعها حوالينها طيب حاضيف زيت زيتون كيكة بس اوزع الجبنة في كل الصينية طيب حاضيف زيت زيتون خليكي كريمة شوية في زيت الزيتون يعطي طعم سراحة جدا لذيذ وبرضو الوصفة الاصلية فيها ثوم وفلفل احمر حار اللي يجبك ضي فيه واللي ما يعجبك استغني عنه هنا عندي نعناع ناشف وشوية سما هاضيف عليه يعطينك حلوة خلاص كذا هذه هي الوصفة هدخل الفرن نص ساعة الين تسيح تذوب الجبنة والطماطم وأوريكم كيف هنكمل مع بعض هنا خلاص مرد ثلاثين دقيقة خرجتها من الفرن لساعة حارة تهرسيها وهي حارة هرسها لنهرس بها البطاطس هذه تمعين الصوت لسا حارة ههرسها كلها مع بعض وأضيف عليها عندي بقدوني اسم فروم هذي الإضافة من عندي إذا ما تحب يستغني عنها وعندي هنا المكرونة زي ما قلت لكم هأضيف جزء منها المكرونة والباقي هناكلوا مع التوست طيب ههرسها وأوريكم بعد ما أقسمها هنا بعد ما حطيت جزء على المكرونة وهنا اللي يبدون مكرونة زينيها بالطريقة اللي تعجبك حمصت هنا التوست كما قلت لكم إحنا عجبتنا بالتوست صراحة طعمها يعني لذيذ جدا بالتوست المكرونة يعني مو بطال بس الناس أذواك فأنت جربي هذا وجربي هذا وشوفي إش الشي اللي تحبوا أكثر طبق خفيف سريع جدا جربوا إن شاء الله يعجبكم إذا جربتوا قلولي في التعليقات إش فضلتوا اللي بالمكرونة أو اللي بدون وعلينا وعليكم بألف عافية